السلام عليكم مرحبا بكم درس الجيد من درس البهجة اكاديمي اليوم غادي نشوفوا الاسوباراتور داسي ناسيون الاسوباراتور داسي ناسيون هما اللي فيهم ايجال العلمة ديال ايجال اذا هاد الاسوباراتور هادو نبدو بمثلا ديكلاراتيون ديال واحد الفغياب اللي هو ايكس هاد ايكس متعنا نعطيو لفالور نبدو بلافالور عشان من بعد اشنو غادي نديرو هاد الاسوباراتور كيف جلنا داسي ناسيون اشنو كيدلنا كنديرو ايكس وكنديرو هنا نوع ديال العملية الاسوباراتور دو كالكيل ولا الاسوباراتور اريتميتيك اللي بغينا ونتبعو لي ايجال متعنا نديرو بليس هو الوبيعاتور دو كالكيل ونتبعو لي ايجال ونديرو واحد الرقم خمسة دابا غالين افيشي والقيمة ديال ايكس غالين نديرو برينت اف نديرو هنا ايه بورسنتاج دي ونتي سلاش ان باشا رجعو السطر ونديرو بوان واحد ونساينو بروغرامي افيشينا هنا هلتلاحظوا انه غالي افيشينا بخارج كمستاش شوفوا علاش شو هنا يا كينشي مشكل بورسنتاج دي انت ايكس ايكس كيساون عشرا نعنا اه نورما المو هنا ينسينا ما عطيناش ما عطيناش ايكس خلينا بورسنتاج دي خدا تغير واحد لابارتي من الميموار وافيشاتها دابا عطيناها ايكس عطيناها منين غادي يجيب ليزا انفورماسيون بعمونا غادي افيشينا كيف قلنا خمستاش هي اللي عنا هنا اشنو كيف اجدار هذه العملية البروغرام كياخد لافالور ديال ايكس اللي هي عشرة وكيزيد عليها خمسة عاد كيستوكيها في ايكس تاني في نفسه اذا الزاغيابل كياخد القيمة دياله وما كينساهاش كيشد هذيك القيمة اللي عطيتيه جديدة كيزيدها على ذاك الشي اللي كان فيه وكي عادي استوكيها في نفسه في الفاغيابل هو بمعنى دابا ايكس تزادت عليه خمسة ولا خمستاش اذا فهمتوا هادشي اللي قلت على البلوس انظن انكم غادي تفهموا الفكرة منموه اللي كانت عنه هنا يا ناقص اذا هاد ايكس ناقص تساوي خمسة اش كتعني؟ كتعني خد لفالور القيمة ديال ايكس نقص منها خمسة وعاد عادي استوكيها في ايكس باش يبلين هنا ميتال حسن نحن يدعى خمسة نديرو مثلا نديرو جوج اذا خد القيمة ديال ايكس نقص منها جوج وعود استوكي ليا الخارج اللي غا يبقى لك في ايكس نحن عندنا ايكس غا تساوي عشرة اذا نقصنا منها جوج غا يبقى لنا ثمانية هذه ثمانية هي الغا تستوكيها هنا في ايكس اذا البروغرام غا يبقى لنا ثمانية وهنا يا عندنا الخارج ثمانية نفس القادية بالنسبة القسمة اذا هنا هادك تاني شد عشرة قسمها على جوج غا يستطيك خمسة وهذا كشي اللي يخرج لك غا تستوكيها في ايكس بمعنى غا يبقى لنا هنا خمسة هنا عندنا الخارج خمسة بقات لنا بقات لنا الضرب هنا سهلة تاني القيمة ديال ايكس هي عشرة اذا غا يشد عشرة يضربها في جوج وغا يشد الخارج اللي يخرج ليه عاود يستوكي هنا في ايكس اللي هي عشرين بينما اخر واحد اللي يبقى لنا هو الموديلو عشرة مقسومة على جوج هي خمسة الباقي صفر هاديك الصفر غا يتعاود تستوكها هنا في ايكس بمعنى غا يعطينا صفر اذا اشن الفرق ما بين هاد الكتابة والكتابة الاخرى هو انها كتسهل علينا الدور ديال هاد اليزوبيعات وكي سهل علينا كتبه حينتكم بغينا نكتبو متنا بحال ما هاد المثال هادا غا نديرو ايكس يوساوي وغا نعود نجي ونكتب ايكس ونكتب الموديلو ونكتب جوج باش ما نديرش هاد الكتابة هادي اختصروا هاليا هما انهم حيدو هاد الايكس من هنا وشدو هاد الموديلو ودهول هاد الجي هادي حيدوه من هنا يا ودهول هنا يا ولد الكتابة ايكس موديلو ايغال جوج يعني تبدير العملية على هاد الرقم هادا وستوكي الخارج فاد البلاس هاد هادي هاد هما لزوبيعاتور داسينيازيون كامل هم كتاخد كي بغينا الوبيعاتور دكالكيل ولا الوبيعاتور اريتميتيك وكتزيد اليه ايغال في الخرد كي اعطيك الوبيعاتور داسينيازيون شوكنا على التتبع ديالكم شوفكم في فيديو اللي جاي ان شاء الله